خلينا نتكلم مع حضراتكم عن عودة جلسات الحوار الوطني اللي انطلق النهاردة خامس جلسات المحور السياسي للحوار الوطني وهذا المحور بيضم خمس لجان وهم لجان مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي وحقوق الإنسان والحرية العامة الأحزاب السياسية والمحليات النقابات والعمل الأهلي النهاردة كان عندنا ثلاث جلسات من المحور السياسي أولا هي جلسة قانون مباشرة الحقوق السياسية ضمن لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي وكان هناك جلسة لقانون الإدارة المحلية ضمن لجنة المحليات وأيضا جلسة حل تحديات العمل النقابي العمالي ضمن لجنة النقابات والعمل الأهلي كان مجلس أمناء الحوار الوطني أقروا جدول أعمال جلسات الأسبوع الخامس للحوار وده بعد ما تم التشاور مع مقررين العموم والمقررين المساعدين لقضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي خلينا أقول لحضراتكم أنه حتبدأ أولى الجلسات النهاردة أو بدأت بالفعل بلجنتين النقابات والعمل الأهلي والمحليات يوم الثلاثة اللي جاي الموافق واحد تمانية هتعقد كمان جلستين حول مسألة العدالة الاجتماعية نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص وعلى التوازي هتعقد كمان جلستين حول لجنة الدين العام وعجز الموازن أيضا يوم الخميس هيكون عندنا جلستين لمناقشة تهديدات الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي والذي هيتناقش فيها العنف الأسري والأسباب وصبل المواجهة لهذا العنف والمخاطر الإلكترونية على مسألة التماسك المجتمعي وده كل مدرج على جدول أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي على التوازي كمان هيكون فيه جلستين حول موضوع مستقبل الثقافة في مصر يحضرها طبعا كوكبة من مثقفي مصر والمهتمين بهذا استدد لسبل مناشة سبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية وده كل مدرج على جدول أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية